الآن أتوظى في الحمام بعد الاستحمام وعندما أجفف جسمي قد تقع يدي أحيانا على العورة بسبب التجفيف هل أبقى على وضوء سلوان بارك الله فيك هذه مسألة خلافية للجمهور يذهبون إلى أن مسى الإنسان فرجه ناقض للوضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مسى فرجه فليتوظى والقول الثاني قالوا لا المقصود بالحديث من مسى فرجه لشهوة يتوظى لأن عندنا حديث آخر وهو إنما هو بضعة منك فلذلك الاحتياط يا أخي الفاضل تتوظى الاحتياط لكن لو ما توظات وما دام وقع خطأا ما عليك شيء